اشتركوا في القناة على مذاكيره فاصابه الفتح وكان ضعيفا فاغمي عليه وظلت اوجاعه معه حتى ما ماته وعندما جاء خبر وفاة ابي زر وقد كان عثمان نفاه الى الصحراء القاحلة قال له عمار بن ياسر والله انك انت من ظلمت فرد عثمان انت اولى بالنفي منه واغلز عليه بالقول والسباب حتى تدخل بنه مخزوم الذين ضموا عمار بن ياسر فخريا الى قبيلتهم وارجعوا عمارا ونعم الصحابة شيء يفتخر به لفظ الزهري كما في انساب البلازري صاد 88 كان في الخزائن صفت فيه حلي واخذ منه عثمان فحلى به بعد اهله فازهروا عند ذلك الطعن عليه وبلغه ذلك فخطب فقال هذا مال الله اعطيه من شئت وامنعه من من شئت فارغم الله انف من رغم فقال عمار وانا والله اول من رغم انفه من ذلك فقال عثمان لقد اقترأت علي يا ابن سمية وضربه حتى غشي عليه فقال عمار ما هذا باول ما ازيت في الله واخرجت عائشة شعرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعله وسيابا من سيابه فيما يحسب وهب ثم قالت ما اسرع ما تركتم سنة نبيكم وقال عمر بن العاص هذا منبر نبيكم وهذه سيابه وهذا شعره لم يبل فيكم وقد بدلتم وغيرتم فغضع بعثمان حتى لم يدر ما يقول نفى عثمان ابا زر الى الشام لانه كان ينتقط فساد عثمان وبعث معاوية الى عثمان ان يرده لانه اصبح يؤلب الناس على اموال معاوية فنفاه عثمان الى الربزة وهي صحراء تبعد عن يسرب 200 كيلو متر حيث المياه شحيحة او غير موجودة يقال ان خلاف ابا زر مع الصحابة انه شبههم بالرهبان الذين يكتنزون الاموال فكان رد عثمان ان محمدا كان يشدد في حديثه فيسمعه ابا زر ثم يخفف محمد ويسهل فلا يسمعه ابا زر هل سمح عثمان لزيد بن سابت ان يلتقي ابا زر ويسمع منه القرآن ليس لدي مصدر لانفي او لؤكد مات ابا زر في الصحراء وكانت وصيته ان يطفن بمكة هذا هو تاريخ الصحابة تصارع على اموال وسلطة الذين يكنزون السهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الى قوله فزوق ما كنتم تكنزون قال عثمان يا ابا زر انك شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولولا صحبتك لرسول الله لا قتلتك فقال كذبت يا عثمان ويلك اخبرني حبيبي رسول الله فقال لا يفتنونك يا ابا زر ولا يقتلونك اما عقلي فقد بقي منه ما اذكرني حديثا سمعته من رسول الله قال فيك وفي قومك قال وما سمعت من رسول الله فيي وفي قومي قال سمعته يقول وهو قوله اذا بلغ اهل ابي العاص ثلاثين رجلا سيرو مال الله دولا وكتاب الله دغلا وعباد الله خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا قال عثمان يا معشر اصحاب محمد هل سمع احد منكم هذا الحديث من رسول الله قالوا لا ما سمعنا هذا من رسول الله فقال عثمان ادعوا عليا فقال له عثمان يا ابا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذاب فقال امير المؤمنين مهن يا عثمان لا تقل كذاب فاني سمعت رسول الله يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على زي لهجة اصدق من ابي زر قال اصحاب رسول الله صدق علي سمعنا هذا القول من رسول الله فعند ذلك بكى ابو زر وقال ويلكم كلكم قد مد عنقه الى هذا المال ظننتم انني اكذب على رسول الله ثم نظر اليهم فقال من خيركم فقالوا انت تقول انك خيرنا قال نعم خلفت حبيبي رسول الله في هذه الجبة وهي على بعد وانتم قد احدثتم احداثا كثيرة والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني فقال عثمان يا ابا زر اسألك بحق رسول الله الا ما اخبرتني عما انا سائلك عنه فقال ابو زر والله لو لم تسألني بحق رسول الله ايضا لا اخبرتك فقال اي البلاد احب اليك ان تكون فيها فقال مكة حرم الله وحرم رسوله اعبد الله فيها حتى يأتياني الموت فقال لا ولا كرامة لك قال المدينة حرم رسول الله فقال لا ولا كرامة لك قال فسكت ابو زر فقال اي البلاد ابغض اليك ان تكون بها قال الربزة التي كنت بها على غير دين الاسلام فقال عثمان سر اليها فقال ابو زر قد سألتني فصدقتك وانا اسألك فاصدقني قال نعم قال اخبرني لو انك بعستني في من بعست من اصحابك الى المشركين حصر المعترضون وبعض الصحابة بيت عثمان ومنعوا دخول الماء والطعام اليه كان المحاصرون من جنود المسلمين الذين بعثوا الى مصر والبصرة والكوفة ومعهم بعض اهل المدينة فكانت مدة الحصار اربعين يوما قد هاجمت مجموعة الدار في البداية وقتل عثمان في هذا الهجوم وتم باتر اصابع زوجته نائلة قتل عثمان 18 زي الحجة سنة 35 هجرية وعرف يوم مقتل عثمان بواقعة يوم الدار واناقل التبري ان جثة عثمان بقيت ثلاثة ايام من دون دفن وبعد ذلك قام البعض بنقل جنازاته الى البقية ولكن تم منعهم من البعض على ان يدفنوا في البقيع لذا تم دفنه في حش كوكب التي كانت اليهود تدفن فيه موتاه بعد قتل عثمان حدثت بلبلة كبيرة في الدولة الناشئة وتولى علي الخلافة لكن عائشة التقت بالزبير وطلح في مكة واتهمت علي بدم عثمان وجمعت المخلصين لعلي واتهمتهم باغتيال عثمان حيث تجمع بعض المصادر انه قطع رأس العديد من المواليين لعلي في الحجاز والمدينة ومكة الغريب ان عائشة هي التي كانت تؤلب على عثمان وكانت تقول ان النبي كان يدعوه نعسى لليهودي خرجت جموع السائرين بخيادة عائشة الى البصرة وكانت عائشة تركب جملا وتم عزل من عينهم علي واحتلت المدينة خرج جيش علي والتحم بجيش عائشة وقتل في هذه المعركة عدد كبير من الصحابة من الجهتين حيث بعض التقديرات تؤكد موت مئات الجنود وتم القبض على عائشة بعد قتل جمالها ولكنها ارجعت الى المدينة هذه كانت الحرب الاهلية الثانية بالاسلام بعد حروب الردة ليس لخلاف ديني بل بسبب حب السلطة ومن وقتها لم يسمح لعائشة بان تتدخل بالسياسة ويقال انها قتلت بزمن معاوية ابن ابي سفيان معاوية الصحابي لم يتدخل ويدافع عن عثمان ولم يتدخل بحرب الجمل لكنه سيكون اكبر المستفيدين عن اي سلف صالح تتحدثون بعيدا عن الفتوحات الاسلامية هذه بعض اعمال السلف الصالح الذي يعمل اتباعكم على اخذهم قدوة قتل عثمان امير المؤمنين بايدي مسلمين ثم قتل علي امير المؤمنين بايدي مسلمين ثم قتل الحسين حفيد النبي عليه الصلاة والسلام وقطعت رأسه بايدي مسلمين وقتل الحسن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام مسموما مغدورا بايدي مسلمين وقتل اثنين من المرشرين بالجنة طلحة والزبير بايدي مسلمين في معركة كان طرفها الخليفة علي بن ابي طالب رضي الله عنه والسيدة عائشة في موقعة الجمل قتل مسلمين بيد مسلمين في معركة كانت رفاعة علي ومعاوية موقعة صفين قتل مسلمين بيد مسلمين في معركة كانت رفاعة علي وأتباعه موقعة نهروان قتل مسلمين بيد مسلمين في معركة كانت رفاعة الحسين ويزيد زبح 73 من عائلة رسول الله عليه الصلاة والسلام بيد مسلمين في معركة إخماد ثورة أهل المدينة على حكم الأمويين غضبا لمقتر حسين قتل سبعمية من المهاجرين والأنصار بيد 12 ألف من قوات الجيش الأموي المسلم لم يتجرأ أبو لهب وأبو جهل على ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدم أجزاء منها لكن فعلها الحسين بن نمير قائد جيش عبد الملك بن مروان أثناء حصارهم لمكة لم يتجرأ أحد على الإساءة لمسجد رسول الله يوما لكن فعلها قائد جيش يزيد بن معاوية عندما حول المسجد لثلاثة أيام وليالي إلى استبل تبول فيه الخيول في خلافة عبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين بيد مسلمين في خلافة يشام بن عبد الملك لم يقتل زيد بن زين العابدين بن الحسين من نسل النبي فحزب بل صلبوه عاريا على ماب دمشق ثم أحرقوه ثم قتل أمير المؤمنين مروان بن الحاكم بيد مسلمين ثم قتل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بيد مسلمين ثم قتل أمير المؤمنين الوليد بن يزيد بيد مسلمين ثم قتل أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد بيد مسلمين ثم قتل آخر الخلفاء الأمويين بيد أبو مسلم الخرسان قتل أبو العباس الخليفة العباسي الأول كل من تبقى من نسل بني أمية من أولاد الخلفاء فلم يتبقى منهم إلا من كان رضيعا أو هرب للأندلس كما أعطى أوامره لجنوده بنبش قبور بني أمية في دمشق فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيطا ونبش قبر يزيد بن معاوية فوجدوه فيه حطاما كالرماد ونبش قبر عبد الملك فوجده صحيحا لم يتلف منه إلا أرنبت أنفه فضربه بالصياط وصلبه وحرقه وظراف الريح وتريدوننا أن نتبع السلف أي سلف منهم نتبع